السلام عليكم ورجع لكم فيديو جديد وهذا المرة لدينا هذا الريزان 5 المعالج ريزان 5 كما ترون هذا شخص أبو حاسبات جابة شخص يشتغل في مجال حاسبات جابة انتزع من أجل تنظيفه أو من أجل معرفة تبديله أثناء وضعه في المتربورد الآخر أو أثناء وضعه محله معلسف عوج كثير من الأرجل وكسر أرجل اثنين فجابة إلي صارت تقريبا نص ساعة عدل بالأرجل معتها تقريبا عدلتهم بشكل جيد طبعا وما تناولت هذا الشي بالفيديو لأنه قبل هذا الثاني مصور فيديو لكيفية التعامل مع البنات أو الأرجل المعوجة ولكن برجلتين مكسورة فهذا الدرس سيكون عن كيفية تعويض الأرجل المكسورة الخاصة بالمعالج فرح نسويها إن شاء الله سأخليكم معنا أول شي خلينا نروح على الميكروسكوب وشوفكم وضع المعالج طبعا الرجل كلها كانت عاجة بشكل كبير عدلتها قدر المستطاع طبعا أن هناك بعض الملاحظات أي أثناء تقعيدة بمحلة كل الأرجل سترجع محلها إن شاء الله السوكت هو يحكمها ويرجعها عدلها 100% حاول تقدر الإمكان عدل كل الأرجل مثل ما يشوفون ولكن بقعدنا أظن الأرجل كاسرهم مثل ما يشوفون هذا واحد هذه الرجل وهذه الرجل بنات اثنين مكسرة من المعالج شلون رح نعوضها أول شيء من أي معالج قديم مثل ما شوفها الكاميرا السفلية معالج ما اللابتوب قديم يعني ما أحتاجها فراح أجي أنزع منا بنات خلي شوفكم رح نجي ننزع بنات من هذا المعالج ونعوضها محل البنات اللي موجودة على المعالج المتضرر كيف رح نسوي هذا الشيء؟ أول شيء يجي نشوف الطول ما للأرجل مطابق ولا لا أول شيء ناخذ هذا الطرف في هذا الشكل حتى نشوف طول الأرجل حتى نقدر نعوض الأرجل محلها ولا لا حتى نرفع الميكروسكوب شوية وناخذ هذا البعد نجي نحط المعالج الآخر بصفة نشوف أكو فرق ولا لا طبعا نبالغنا بالتقريب خلي شوية بعد مثل ما شوفون أخذنا هذا المعالج الأول المضرر وهذا الصفة معالج اللابتوب اللي رح ننتزع منه البنات مثل ما شوفون البنات اللي رح نعوضها محل البنات الأصلية كعرض الفن مطابق ولكن الفن اللي رح نعوضها أطول شوية من الفن الأصلي فنه رح نفطر نقصها أيضا خلي أول شيء نقوم بي نطلع اثنين من الفنات حتى نعوضهم محل البنات المكسرة فخلي أول خطوة نقوم بها ننتزع البنات اللي رح نستخدمها بالتصليح خلي نجي نشغل كاوية الهوى الحار على ثلاثمية وسبعين بعدين ننتظر أنه تسخن نحن نأخذ البنين من أي زاوية كتان بالتسخين على البنات رح نجي ننزمها بهذا الشكل أخذنا البن الأول وهذا البن الثاني خلاص ما ضلنا الشغل بالمعالج اللي أخذنا من البنات الآن نأخذ البنات نقصر هنا شوية لأنه مثل ما رأينا البنات أطول من البنات الأصلية فراح نقصر هاي البنات شوية حتى تدخل وتقعد بمكانها بشكل جيد شون رح نسوي هذا الشيء بمقاص أحد سنلزم البن بهذا الشكل ونقص من هذا الطرف شوية نقص بهذا الشكل ثم رح نقص بشكل جدا طفيف يعني مثل ما شفتو قصينا البن الأول نجي نقص البن الثاني طبعا إذا عندك معالج من نفس النوع التالف تقدر تنتزع البنات مباشرة ورقبها بشكل مباشر وراني دي أنه ما عندي نفس المعالج تالف فمضطر أعفوم بهاي العملية حاليا نقصينا البنات كما شفتو راح إن شاء الله تكون مناسبة بشكل جيد مع البنات النقص اللي موجودة على المعالج وأيضا راح نشوف هذا الشيء سوية إذا صار بها قصر أكيد راح نقطر نعوض فنات أخرى فنات المكسرة لدينا على المعالج بهذه الزاوية مثل ما شوفون لدينا هنا واحد وهنا واحد فهذا المكسرات راح نجي ننتزع هاي الفنات ونركب فنات محالها ولكن قبل ما ننتزعها خلي نشوف المسألة الطول فراح أخذها على الشكل الجانبي بهذا الشكل البضع الجانبي وراح أجي أخلي البن اللي قصيتها بهذا الشكل حتى أشوف الطول مثل ما شوفون طول مطابق مئة بالمئة نشوف البن الآخر أيضا تقريبا مناسب أو متوافق أو مطابق للبنات الأصلية دقريبا بشوية طول ولكن باللحيم راح ينزل دي تحت شوية فإن شاء الله نجحنا بها العملية خلي نجي نروح نستبدل الأرجل اللي مقطعها بهذا الشكل حتى لا تطير البنات بالهواء بالهواء الكاوي ويضعهم بمكان آمن على صفحة حاليا راح نجي وبدرجة حرارة 370 نرفع البنات المكسرة بهذا الشكل وعن أخوان بالنسبة لل كيفية تعديل الأرجل أدنا فيديو سابق سابق راح ادرك لكم الرابط مالتا في صندوق الوصف تقدرون ترجعوا لو تستفادوا منا حتى تعرفون كيفية تعدلون الأرجل المعوجة لأن هذا عدلته استغرق مني وقت طويل ما أردت تكون الفيديو طويل فما صورت العملية تعديل الأرجل فقط اكتفيت بهذه العملية حتى تكون درس الكوم كيفية تصرف مع هذا النوع من المشاكل أخذنا البن الأول المكسور وهذا البن الثاني كما ترون انتزاعنا البنات المكسرة أخوان الآن سنجي نخلي شوية خلي نجي نلحم البنات محلها نحمنا الأرجل المكسرة مثل ما شفهم وحالها باقي بها شوية عواج راح ان شاء الله نعدلها خلي ننظف محل العمل بيرتشان وثنر وننظف أسبق آخر خطوة شباب حتى نضمن عمل المعالج بشكل جيد راح نحط أو نضمن أنه الفن يكون محلة 100% بهذا الشكل هذا الفن الآخر بيعواج شوية هذا الفن الأصلي مالسان خلينا نأخذ الطرف الجانبي أو المنظر الجانبي بهذا الشكل بقاعدنا التجربة راح أطلب المدربورد من الزبون إذا جابه راح أترك لك نتيجة الفحص بنهاية الفيديو وإذا ما جابه فإن شاء الله نكون نحنا خذنا فكرة وتعلمنا الدرس من هذا الفيديوهات منه يكون الفيديو عجبك إذا عجبك الفيديو تنسى العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد كومي ياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك فيعمال للشباب